يا هل مصر حنا في الرياض نحب نكتاتكم نحب فولكم نحب طعميتكم بس عندنا لكم سؤال تحبون كبساتنا معجب قوي بالفول والطعمية بتاعت مصر وعايزنا نروح السعودية للفصحة بيقول انها بقت شبه مصري بالزبط حب كبير من المواطن السعودي للمصريين بس ليه عايزهم يزور السعودية و ايه هي الحاجات بالزبط اللي بيحبها السعوديين في المصريين كل ده و اكتر هنعرفوا مع بعض في الفيديو ده علاقة حب كبيرة تجمع ما بين الشعب السعودي والشعب المصري اللي اتنين بيحبوا بعض جدا لا يمكن وصفها بسهولة حاول على قد ما يقدر مواطن سعودي انه يعبر عن كده في الفيديو اللي احنا بنستعرضه دلوقتي طول الفيديو كان الراجل السعودي بيحمل الحب والمودة للمصريين وبيقول انه مش لوحده اللي بيحب المصريين كده لأ ده كل السعوديين بيحبوا مصري جدا اي حاجة في مصري بيحبوها من اول اسلوب الكلام واللهجة المصرية اللي حبها جدا حتى الاكل المصري بيحبوه عارفين الطعامات بتاعتنا اللي ملازمانة في الفطار وكلنا بنكلها طلع هم كمان السعوديين بيحبوها مننا احنا جدا ولازم لو حد فيهم نزل مصري زيارة ولا حاجة لازم عليه انه ياكل طعمية ويعد على اي عربية فول يفطر منها ياخد طبق الفول اللي بالزيت الحار مع طبق طعمية وشوية بطاطس ويتسلطن بالاكل بس فيه سؤال بيسأله الشخص السعودي للمصريين نفسه يعرف ان كنتم بتحبوا الكابسة بتاعتهم ولا لأ الكابسة دي ام لحمة ورز هو اكيد انتم بتحبوها احنا عارفين ما هو فيها لحمة ورز واحنا مش عايزين اكتر من كده الصراحة بس واجب برضو نعرف رأيكم لو في حد ما بيحبش الكابسة يكتب في التعليقات اما الجماعة المصريين اللي بيحبوا الكابسة فالراجل السعودي نفسه مونعينه ان اي حد مصري بيحب الكابسة يروح يأكلها في السعودية هناك عنده خصوصا منطقة الرياض بيقول ان هم هناك بيعملوها حلوة قوي افضل من اي مكان تاني في السعودية ومش بس الاكل اللي الراجل تكلم عنه ده كمان تكلم عن العلم وفضل المصريين على السعوديين في العلم بيقول ان المصريين هم اللي علموا السعودية أو على الأقل شاركوا في تنمية حركة التعليم في السعودية ماهو المدرسين المصريين هناك كتير قوي على الأقل خالص حتلاقي حد في عالتك سافر السعودية علمهم هناك سواء كان تعليم فني أو تعليم سانوي وفي نهاية الفيديو اللي الراجل السعودي عمله حاب يوجه الشكر لكل المصريين اللي كتير منهم شارك في تنمية المملكة العربية السعودية سواء المعلمين اللي علموا أولادهم هناك ولا المهندسين اللي ساعدوهم في استخراج البترول من الصحراء في العموم يعني هو وجه الشكر لكل المصريين واكد ان كل شعب السعودية بيحب المصريين والدور دلوقتي عليكم انتو المصريين اللي بتشوف الفيديو ده ايه رأيكم في كلام الرجل السعودي وحالة الحب الكبيرة اللي بيعبر عنها ليكم ويا ترى بتحبوه زي ما بيحبكم ولا ايه احنا واسقين في حالة الحب المتبادلة بينكم بس عايزينكم تأكدوا عليها في التعليقات اكتبوا وعبروا عن كل اللي نفسكم فيه عندنا اشتركوا في القناة